أهلا بكم إلى ساعتنا الإخبارية من العاصمة لأهم الأخبار في الولايات المتحدة والعالم والتي نبدأها اليوم استثناء بالحديث عن اليوم العالمي للمرأة فكل عام وكل النساء بألف خير دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه بينما يصادف اليوم الأربعاء اليوم العالمي لعيد المرأة دعا الرئيس الأمريكي إلى التصدي لقمع حقوق المرأة في أفغانستان وإيران وقال بأن النظام الإيراني يقمع بوحشية أصوات النساء اللواتي يقفن بشجاعة من أجل حريتهم وقال بايدن أيضا إن النساء في أوكرانيا تواجهن عنف قوات روسيا الشرس بما في ذلك استخدام الاغتصاب كسلاح حرب وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك قصصا لا حصر لها عن نساء يقاتلن بشجاعة من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأوكرانيين وقال الرئيس بايدن أيضا في بيانه إن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم مؤكدا تركيز إدارته على رافع حقوق النساء والفتيات من خلال كل الجوانب السياسية الخارجية والداخلية وفي واشنطن استضافت السيدة الأولى جيل بايدن حفلة تسلم الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة في البيت الأبيض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة جوائز هذه السنة كانت من حظ 11 امرأة أظهرنا شجاعة استثنائية في وجه تحديات اجتماعية وسياسية في سبيل النضال من أجل حقوقهن الأساسية سيدات من انتماءة عرخية وسياسية مختلفة ومناصب متفاوتة توحدهن روح النضال من أجل الحرية والحق الأساسية كنا على موعد في البيت الأبيض لتسلم الجائزة الدولية للنساء الشجاعات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة إن هذا الحضور يبرهن على التزامنا الوطني بالمساواة بين الجنسين عبر العالم ويجسد التأثير القوي للنساء اللواتي نكرمهن اليوم نساء شجاعات هنا في الجناح الشرقي للبيت الأبيض سيروينا حكايات الشجاعة والصمود والأمل 180 امرأة من 80 دولة عبر العالم تسلمنا جائزة المرأة الشجاعة منذ بداية هذا التكريم في عام 2007 الحفل الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية يكرم نساء أظهرنا شجاعة استثنائية وقدرات قيادية في الدفاع عن حق متكافئة وتمكين المرأة في وجه عراقيل اجتماعية وقانونية من منطقة الشرق الأوسط كان جائزة هذا العام من حظ الناشطة الأردنية في مجال حق الإنسان هدي العبد العزيز جائزة فخرية باسم وزيرة الخارجية الراحلة مادلين أولبرايت كانت تكريما خاصا للمرأة الإيرانية التي قادت احتجاجات شدت اهتمام العالم في أعقاب مقتل مهسى أميني لكل نساء وفتيات إيران أقول إننا سنستمر في الوقوف إلى جانبكنا في النضال من أجل المرأة والحياة والحرية دعونا نكرم جميع النساء وفتيات إيران الشجاعات تشرف البعثات الدبلوماسية الأمريكية عبر العالم على اختيار المرشحات لهذه الجائزة التي تشمل أيضا منحة مالية ثم يحدد كبار مسؤولي وزارة الخارجية القائمة النهائية للفائزات استضافة البيت الأبيض لأول مرة لهذا الحفل الذي ينظم عادة في مقر وزارة الخارجية يقول المسؤول هنا إنه يجسد رغبة السيدة الأولى في تسليط الضوء على قصص تغير المجتمعات وتصنع التاريخ من أكبر منصة متاحة هيشان بورار الحرة البيت الأبيض للحديث أكثر معنا من واشنطن هديل عبدالعزيز الناشطة الحقوقية وعضو مؤسسة ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية وهي إحدى الفائزات بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة للعام الحالي أهلا بك معنا هديل بداية كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد المرأة الذي يصادف اليوم نبارك لك بالتأكيد أيضا حصولك على الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة للعام الحالي نبدأ هذا الحوار بتجربتك الشخصية لو تطلعين عليها أكثر أولا كل عام وأنت بخير شكرا لك شكرا لكل النساء التي يسمع لنا بألف خير وقوة وحماية وسلام أنا اسمي هديل عبدالعزيز وأنا عضو مؤسس لمؤسسة أردنية تعمل في مجال الوصول إلى العدالة وتسعى إلى وجود منظومة من العدالة التي لا تبقي أحد خارجها بحيث لا يكون الفقر والعوز هو أحد معيقات الوصول إلى العدالة وتخدم طبعا بمنسبة 70% النساء وخاصة ضحايا العنف طيب هديل قبل أن ندخل أكثر أيضا في تفاصيل ما ذكرته دعينا نفهم منك أكثر ما هي جائزة المرأة الدولية ولمن تمنح تحديدا هي جائزة تمنح حكومة الولايات المتحدة للنساء الذين يتميزن في مجالات متعددة تساهم في تبكين النساء وحمايتهم وقد منحت في كل عام هناك عدد محدود من النساء بحصلوا على هذه الجائزة في وطني الأردن هناك أعتقد ثلاثة أنا ثالثة قبلي فقط اثنتين حصلوا على هذه الجائزة وفي كل عام كل سفارة من كل دولة تسمي مرشحات لكن ليس بضرور أن يتم اختيارهن وهذه العام في 11 امرأة من العالم حصلت على هذه الجائزة إذا ما تحدثنا بصورة عامة بالنسبة لوضع المرأة وحقوق المرأة نحن الآن في العام 2023 أين المرأة العربية من كامل حقوقها وأبرز ما حققته حتى الآن؟ يعني بلا شك أن هناك تطور دائم ومستمر من ناحية حقوق النساء لكن هذا التطور لا يسير بسرعة كافية ولا يسير بالحجم الكافي فبالتالي أنا برأيي أنا أجزم بأن المرأة العربية في كافة الدول العربية ما زالت أمامها شوط كبير قبل أن تتمتع بحقها بالكامل بمساواة والكرامة والعيش بأمان وهو لا يختلف في بلد الأردن وفي كافة البلاد لكن بعض الدول هناك مفارقات وشهدنا أيضا بعض الدول العربية التي للأسف تراجع فيها وضع المرأة ضينا في المقابل كان هناك تطور في بلاد أخرى بشكل كبير لكن لا نعرف هل هذا التطور حقيقي أم هو شكلي فبكل الأحوال حتى تتمكن كل إمرأة من العيش بكرامة وتختار طريقة حياتها وتكون خيارات حقيقية وتمكنها من السيطرة على مخرجات حياتها أعتقد أننا ما زلنا نحتاج لكثير من العمل أبرز ما نحتاجه فيما يخص هذه النقطة التي تتحدثين عنها إن كنا نقول بأن المرأة حتى الآن استطاعت أن تنتزع العديد من حقوقها فيما يخص ربما مجال التعليم مجال الصحة مجال العمل ولكن فيما يتعلق بالمجالات الأخرى كحقوق فردية وحقوق شخصية متعلقة للمرأة ما الذي تحتاجه تحديدا؟ يعني بالعمل على فكرة صحيح بالنسبة للتعليم والصحة قطعنا أشوات كثيرا لكن حتى الآن ما زال التعليم في كثير من الأوقات يستخدم كسلاح ضد المرأة كعقوبة في حال خروجها عن الأنماط الاجتماعية وقد تحرم التعليم وهذا ما نشهده يوميا في كثير من الحالات التي يستخدم فيها الحرمان من التعليم كوسيلة من وسائل الضغط والإكراه ضد النساء وكذلك بخصوص الصحة كثير من الدول العربية ما زالت النساء فيها تحتاج إلى إذن من ولي الأمر إما لاتخاذ القرارات بشأن الصحة بشأن أطفالها الكثير من الأمور المتعلقة بالصحة الإنجابية ما زالت غير متاحة فبالتالي حتى في المجالات التي خطونا فيها خطوات كثيرة ما زال هناك الحاجة لمزيد من العمل لكن بلا شك أننا متراجعون بشكل كبير في مجال المساواة في الحقوق الأخرى حق الجنسية ما زالت الكثير من الدول العربية لا تعترف بحق المرأة في إعطاء الجنسية لأبنائها حق الحماية من العنف ما زال حتى الآن العنف تضغى عليه الصفة الذكورية حتى تدخل حتى إلى المؤسسات طبعا موضوع قضايا الأحوار الشخصية رغم تطور التشريعات في العديد من الدول العربية لكن ما زال ما زلنا بعيدين عن تحقيق المأمول يعني ممكن أن نقول بأن المرأة بحاجة إلى قوانين جديدة أيضا لحمايتها بالإضافة إلى تثقيف أكبر لتعي ما هي حقوقها أيضا أعتقد التشريعات هي ليست العائق الأكبر هناك عدة معيقات التشريعات هي أحدها لكن المعيق الأكبر هو التطبيق فعندما نعدل تشريعا لا يعني بضرورة بأننا قد حصلنا على الحقوق هناك الكثير من نحتاج لكثير من العمل لنترجم هذه الحقوق إلى واقع حتى لو نعكسك في التشريعات فتشريعات سياسات ممارسات والأهم من ذلك نظم حماية ونظم تظلم هذا ما نحتاجه لأن نستمر بالعمل عليه ونستمر لن يتوقف التاريخ مثلنا مثل غيرنا بالآخر لم يصح إلا الصحيح وستبقى المرأة العربية ستحصل على كرمتها وستحصل على الحياة التي تستحق شكرا على وجودك معنا هديل عبدالعزيزة الناشطة الحقوقية الفائزة أجوك فقط لسمحتي للمرأة الشجاعة للعام الحالي بعجالة لو سمحت بعجالة نعم لكن فقط لأن التركيز خلال الحفل كان يركز على دول بعينها فأنا هنا أتمنى للمرأة الفلسطينية أن تكون بخير وأن تكون بكرامة وبحرية في هذا اليوم شكرا جزيلا لك هديل أقدت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع لمناقشة التقرير السنوي الصادر عن وكالات الاستخبارات الأمريكية وحضرت الجلسة مديرة الاستخبارات الوطنية أفرييل هاينز والتي أكدت على سعي الصين لمنافسة الولايات المتحدة في الكثير من المجالات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية الصين، روسيا، كوريا الشمالية، إيران والإرهاب الدولي كلها تمثل تهديدات مباشرة على الأمن القومي الأمريكي بينما تبقى الصين في مقدمة هذه الدول التي تسعى لتحقيق الريادة العالمية على حساب الولايات المتحدة يواصل الحزب الشيوعي الصيني اتباع منهج عدواني لتحقيق مصالح الخارجية سعيا وراء أهدافه المتمثلة في بناء جيش على مستوى عالمي مع توسيع ترسانته النموية وتسعى الصين لتحديث قدراتها الفضائية لاستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية وتعمل أيضا على إكراه بعض البلدان والشركات الأجنبية لنقل تكنولوجياتها على حساب أهداف محلية في هذه الدول المشارعون ومكتب التحقيقات الفيدرالي اتفقا على أهمية وجود مراقبة على تطبيق تيك توك الذي يستخدمه ملايين الأمريكيين دون المساس بحرية الفكر والإبداع تعتقد لغالبية العظمى هنا في هذه اللجنة أن زيادة استخدام الصين لتطبيقات الإجهزة المحمولة مثل تيك توك تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي سواء من حيث جمع البيانات أو من حيث الدعاية الهائلة لديهم كبار مسؤول الاستخبارات الأمريكية طالبوا الكونغرس بأهمية تجديد قانون مراقبة الكيانات الأجنبية خارج الولايات المتحدة والذي سينتهي أواخر هذا العام أود أن أوجه انتباهكم إلى سلطة حاسمة للغاية ستنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام إذا لم يتصرف الكونغرس وهي المدة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية يمكنني أن أخبركم دون تردد أنه تم الاعتماد على هذه المدة في جمع المعلومات الاستخبارية العامة ولا بد من تمديد هذا التصويد الذي نعتمد عليه في الكثير من تقييماتنا الاستخباراتية في جميع المجالات وبالحديث عن الحرب الروسية على أوكرانيا أكد مجمع الاستخبارات الأمريكية للمشرعين أن إيران تزود روسيا بالطائرات بدون طيار بينما تعمل مع وكلائها في منطقة الشرق الأوسط كحزب الله اللبناني لاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة تظل الصين تمثل التهديد المباشرة والمنافسة الاستراتيجية للولايات المتحدة ولذلك يسعى المشرعون الأمريكيون لسن تشريعات لحماية الأمن القومي الأمريكي وللاستمرار في حفظ الأمن والسلام العالميين في ظل وجود الكثير من التحديات الأمنية العالمية عبد الرحمن البرديسي الحرة واشنطن للحديث أكثر معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن باربرا سليفن كميرة الباحثين في المجلس الأطلسي أهلا بك معنا باربرا يعني بداية عيد سعيد بالتأكيد بمناسبة يوم المرء العالمي ندخل أيضا في الحوار مباشرة ونفهم منك أكثر أهمية هذا الاجتماع الذي ضم قادة وكالات المخابرات الأمريكية اليوم أولا علي أن أصححك أنا زميلة مميزة في مركز ستينسون في واشنطن أنا لم أعد مع مجلس أتلانتيك أهلا وسهلا بك معنا الجلسة كانت مثيرة للاهتمام وكانت أخبار الصين تهيمن عليها وواضح أن الصين ينظر إليها على أنها تهديد الأساسي للولايات المتحدة على المدى الأطول أيضا بالطبع أنا أعير انتباها لما قيل عن إيران وأود أن أقتبس شيئا لك أعتقد أنه مهم قالوا أن إيران لا تقوم حاليا بتطوير الأنشطة النووية الضرورية لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار هذا تعليق مهم خاصة أن إيران وسعت من برنامجها إلى حد كبير في العام الماضي ولديها مقدار كبير من الإيرانيوم المخصب ولكن على الأقل المنظومة الاستخباراتية لا تعتقد أن إيران اتخذت قرارا بمحاولة بناء سلاح نووي حاليا اعتقد أن هذا مثير للإهتمام وإلا فهي عودة إلى المنافسة بين القوى العظمى التي اعتدنا على رؤيتها قبل انهيار الاتحاد السوفيتي عدا أنه هذه المرة هناك ثلاث قوى نقلق منها والصين هي الأساسية وليست الاتحاد السوفيتي يبدو بأن إيران لا تمثل تهديدا جديا في هذه المرحلة إذا ما ذهبنا بحسب ما طرح اليوم دعينا نتحدث عن الصين بداية وبحسب ما جاء بأنها تتجه لتعميق تعاونها مع روسيا دبلوماسيا دفاعيا اقتصاديا وتكنولوجيا ولكن فعليا على أرض الواقع ما هي آليات ذلك؟ وخصوصا إذا ما نظرنا للمواقف الدولية الأوروبية موقف الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا في حربها على أوكرانيا هم لم يحددوا بالضبط ما يفعل الصينيون من ناحية دعم روسيا في أوكرانيا وبالطبع الصين تشتري كميات كبيرة من النفط الروسي وهذه هي الطريقة التي تدعم فيها الدولة الروسية وعدوانها في أوكرانيا أعتقد أننا أيضا نرى هواجس بشأن أنواع أخرى من التجارة وفرص الاستثمار ربما تزويد رقائق إلكترونية يمكن أن تساعد الروس ولكن وكما أعرف كانت هناك الكثير من التحذيرات بشأن هذا الموضوع من ناحية تقديم أسلحة وليس من الواضح أن الصين تقوم بذلك بعكس الإيرانيين الذين يبيعون مسيرات إلى روسيا لكن كانت هناك مخاوف أمريكية واضحة فيما يخص أن تقدم بكين مساعدة إلى روسيا بالالتفاف على العقوبات أو ربما أن تتجه بكين إلى تقديم ربما دعم عسكري لروسيا نعم هذا صحيح بالتأكيد وكما ذكرت الصينيون حاليا هم المشتري الأساسي للطاقة الروسية في الماضي كانت روسيا تبيع كل هذا إلى أوروبا ولكن هذا كله تغير في العام الماضي والصين بصورة أساسية هي شريان الحياة لروسيا من ناحية شراء هذا النفط إذا ما تحدثنا بعجالة فيما يخص موضوع مراقبة وتقييد أو حتى حظر تطبيق تيك توك الممنوك لشركة الصينية هل هناك دليل واضح برأيك سيدة باربرا على حدوث ربما أي انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بهذا التطبيق بالتأكيد هناك الكثير من الإحاءات بأن الصينيين يمكنهم استخدام هذا التطبيق لجمع بيانات وربما كانوا يستخدمون هذا التطبيق أعتقد أننا سنرى قيود صارمة وربما حظر تيك توك ويبدو أن هذه نقطة يلتقي عليها الحزبان إذا منتقلنا إلى روسيا وحرب روسيا على أوكرانيا والمخاوف من استخدام روسيا لأسلحة كيموية وبيولوجية بالإضافة إلى انسحابها من معاهدة ستارت يعني واضح بأن هناك تصعيد من قبل الجانب الروسي فيما يخص موضوع هذه التهديدات الروسية التي نتحدث عنها برأيك من الممكن أن تتم معالجة مثل هذه التهديدات وهذه المخاوف أمل ذلك هناك تهديد آخر وهو التهديد باستخدام الأسلحة النووية لو بوتين أصبح يائسا ولكن التقييم العام من جلسة الاستماع اليوم هو أن هذه الحرب تمر بمرحلة جمود لا الأوكرانيين ولا الروس سيتمكنون من بين قوسين الفوز في هذه الحرب هذا العام إذن المسألة ستكون استمرار بدعم أوكرانيا وتأكد أن الأوكرانيين لن يفقدوا المزيد من الأراضي بل ربما يستعيدوا جزءا منها وفي النهاية سيكون هناك ما يكفي لتشجيع نهاية تفاوضية لهذه الحرب لا أحد من الطرفين حاليا يبدو أنه سيحرز مكاسب رئيسية في ضع ما نتحدث عنه هل يمكن أن نقول بأن وباء كورونا تراجع تماما ولم يعد يمثل أي تهديد لا دخل الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى في الخارج أعتقد أن التقرير الذي أشار إليه مدير الاستخبارات الوطنية يتحدث ليس فقط عن كوفيد وإنما قلق من جائحات مستقبلية بالطبع الصينيون رفضوا أن يعطوا معلومات كاملة عن أصل فيروس كوفيد 19 وهذا أشير إلي في الجلسة وبدون هذا الوضوح من الواضح سيكون مقلقا أن يكون هناك احتمال ظهور فيروس آخر في الصين أو مكان آخر ولن يكون هناك تعاون دولي كامل في التعامل معه نحن في لحظة حرجة وعلي أن أذكر أنه كان هناك نقاش كبير بشأن التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض يدفع بظهور المزيد من الفيروسات والجائحات أو الجوائح وهنا نحتاج للتعاون مع بعضنا البعض ولا يمكن أن نكون منقسمين على أساس كتل أيديولوجية وإلا الكوكب كله سيعاني وبشكل سيء باربرا سلايفن ضيفتي من واشنطن شكرا جزيلا لك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن فرضت حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران وذلك بموجب بنود تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وأظهر إشعار على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين كبيرين بالسجون الإيرانية لارتكاب انتهاكات حقوقية بحق نساء وفتيات وأضاف الموقع أن هذه الإجراءات تأتي بالتنصيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا تزامنا مع يوم المرأة العالمية أعلنت بريطانيا عن عقوبات تستهدف أفرادا وكيانات في إيران وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان بسبب ما تقول إنها انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي قالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إنها ستحاسب إيران على أنشطتها النووية بعد تصعيد طهران الخطير بشكل متزايد لبرنامجها النووي حسب ما جاء في بيان ودعت الدول الثلاث إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الزرية التابعة للأمم المتحدة لاستماح لها بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقيق والمراقبة المناسبة إيران ستحاسب على أنشطتها النووية من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا حسب بيان مشترك وقالت الدول الثلاث إنها ستحاسب طهران بعد تصعيدها الخطير بشكل متزايد لبرنامجها النووي وقال البيان الأوروبي إن الدول الثلاث تشعر بالقلق بشكل خاص من أخذ العينات الأخير في مفاعل فوردو الذي أظهر وجود جسيمات اليورانيوم عالي التخصيب واعتبر البيان أن هذا يتعارض بشكل كبير مع مستوى التخصيب الذي أعلنته إيران وأن طهران غير مقنعة بقولها إن ذلك كان بسبب تقلبات غير مقصودة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفيالي جروسي من جهته قال إن إيران أشارت إلى أن العينات عالية التخصيب التي تم العثور عليها في المواقع يمكن أن تكون ذروة في التذبذب وتذبذب غير مقصود في المقابل اعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أنه لا يوجد مبرر مدني لدى إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 84% قائلة في بيان ثلاثي إنها غير مقتنعة بتفسير طهران في هذا الشأن وفي العام الماضي أزالت إيران جميع معدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تم تركيبها سابقا لأنشطة المراقبة والمراقبة المتعلقة بالاتفاق النووي والمعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة لكنها وافقت في بيان مشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشهر الجاري على أساس طوعي لاستماح للوكالة بتنفيذ مزيد من أنشطة التحقق والمراقبة المناسبة استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي وصل القاهرة في إطار جولته في الشرق الأوسط وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الطرفين أكد حرصهما على تدعيم شراكتهم الاستراتيجية وتكسيف التعاون والتنصيق في مختلف المجالات خاصة العسكرية والأمنية لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وتدعيم التعاون الدفاعي الثنائي إلى جانب التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية كانت أبرز محاور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي وصل القاهرة ضمن جولته الشرق الأوسطية أعتقد أن التشاور الدائمة بين القاهرة وواشنطن في هذا التوقيت في الحقيقة له أهمية كبيرة جدا سواء على ما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية ودعم العلاقات الثنائية التي تشهد في الحقيقة رواجا ودعما وتنامي ملخوص أو حتى على صعيد القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وطبعا على رأسها القضية الفلسطينية ودائما نرى أن البيت الأبيض يثمن دور القاهرة فيما يتعلق بوقف التصعيد في قطاع غزة دعم عملية السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين في لقاء آخر وزير الدفاع المصري ونظيره الأمريكي ناقشها القضايا الأمنية والعسكرية وارتباطها بجهور تحقيق السلام في الشرق الأوسط في ظل التطورات الراهنة إلى جانب ملفات التدريبات المشتركة ومستقبل التعاون بين الجانبين رسالة طمأنة للمنطقة بأن الولايات المحدة الأمريكية موجودة وبقوة في المنطقة ولن تتخلى عن الشرقاء وأن التعاون الأمني والعسكري ما زال موجود الحاجة المهمة أن الملف الإيراني كان موجود وحاضر وبقوة على أحد محاور أولويات الزيارة خاصة في ظل التهديدات الإيرانية لجيرانها من دول المنطقة والتقى السيسي وزير الدفاع الأمريكي قبل أقل من ثلاثة أشهر في مقر وزارة الدفاع الأمريكية على هامش القمة الأفريقية الأمريكية وشهدت الفترة الأخيرة لقاءات مصرية أمريكية عديدة على مستويات متعددة سياسية ودبلوماسية وعسكرية علاقات دبلوماسية تمتد لنحو 100 عام وتعاون عسكري وسياسي مستمر بين مصر والولايات المتحدة التي حرص وزير دفاعها في زيارته الأخيرة على تأكيد أهمية الشراكة المصرية واستراتيجية العلاقة بين البلدين ودورها في دعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة هاشم منع الحرة القاهرة تنضم إلينا من مدينة فانكوفر الكندية الدكتورة سامية هاريس الأكاديمية والباحثة السياسية أهلا بك معنا بداية عيد مرأس عيد سيدة سامية وندخل معك في الحوار مباشرة برأيك ما هي رسالة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى القاهرة أهلا وسائل ومرحبا وتحياتي للسيدات جميعا في اليوم العالمي أهلا حبيبتي الزيارة هي زيارة الحقيقة من دولة لدولة لأن أمريكا مبنية على المؤسسات والمؤسسات بتاعتها ما بتتغيرش كتير بتغيير من اللي بيسخن في البيت اللي بير فأمريكا على علاقة طيبة بمصر خصوصا في الدفاع وفي التأمين المنطقة مهمة لأمريكا أن مصر تكون يعني لها نفس النظام في الدفاع الأمريكي وليها نفس العلاقة وما تكمشي على أي حاجة مضاد للمصلحة الأمريكية لكن اللي لاحظت أن عند الحقيقة هو حكتين الأولى أن لا وزير الدفاع ولا الرئيس العلاقات قال أي كلمة على السيسي نفسه وإنما تكلموا عن العلاقة ما بينه بلد وبلد بين المؤسسة والمؤسسة بين مصر وأمريكا والحاجة الثانية أن الوزير الدفاع أستن قال أنه هو هيرفعها موضوع حقوق الإنسان مع السيسي ومع مصر ولكن لحد الوقت ما شفناش اللي تقال بينهم يعني في نفس الوقت وفي نفس اليوم قيها السيناتر كريس مرفي وقال أن لازم نتكلم على حقوق الإنسان وعلى المخالفات السيئة في مصر سيدة سامية يعني هذه النقطة مهمة جدا وخصوصا عندما نقول بأن هذه الزيارة ركزت على قضايا أمنية وعسكرية هل تتوقعين بأن يكون هناك مساعدة عسكرية جديدة في ضوء هذه النقطة التي ذكرتها مخاوف واشنطن من ملف حقوق الإنسان والحقوق الأساسية في مصر أعتقد العلاقات العسكرية وعلاقات الأمان في المنطقة هتستمر كما هي بالفرق القليل اللي هو هل هيقدر يده للسيسي ونظامه الزيادة على الوان بليون ولا مش هيقدره طبعا السنة وهنا واضح أنه وقف على أنه لا ما يصحش أن نحن ندي للسيسي فلوس أكتب من كده إنما نظام الوان بليون دولار اللي بيدي إمكانيات لمصر أنها تقف في مكان دفاع عن المنطقة وتهدي المنطقة ده يفضل موجود زي ما هو إنما الحقيقة يعني فيه حرب كبير من اختراق حقوق الإنسان في مصر بالنسبة لأمريكا لأن الرئيس بايدن لما قوي قال إن إحنا مش هندي بلانك تشيك وده اللي مسكوا عليه الكونغرس والسنة دلوقتي فيعني هتبقى العلاقات زي ما هي بالنسبة للموقف الدفاعي خصوصا مع الموقف الحارق مع الصين وإيران دلوقتي لكن ماذا عن روسيا سيدة سامي يعني نحن نعلم بأن موقف مصر هو موقف وسط من الحرب الروسية على أوكرانيا هناك اتفاقيات شراكة اقتصادية ليست بجديدة أيضا تربط مصر مع روسيا بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن عقوبات لكل من يتعاون مع روسيا وقد ينظر إليها على أنها حركة للالتفاف عن العقوبات أكيد أكيد والألسيسي الحقيقة عمل يعني قطوات جوية مخالفة للأمريكا عيزة وده ممكن يكون قزء من الزيارة يعني يحاولون يقف بين الاثنين يلعب بين الاثنين بين روسيا وبين أمريكا وطبعا أمريكا لا تفضل هذا عيزة موقف جوي من المنطقة ومرز بالذات تقف مع مصر ومع يوكرينيا لكن وضع مصر لحد الوقت ما هوش يعني نضيفه على أنهم وقفين مع أمريكا بس ويعني مش واضح موقفهم لحد الوقت رغم أن بيقوا أيها منا طبعا نساعد إنما وقفين مع بوتين مع بعض الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط زي مثلا السعودية والغولف كونتريز مش وقفين مع أمريكا بالزبط فدعا يعمل حرك أكثر وكمان موقف إيران بيانا خطر في المنطقة أنا أشكرك جزيلة شكر من مدينة فانكوفر سامي هارس الأكاديمية والبحثة السياسية شكرا جزيلا لك أهلا وسامين تحياتي قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أي تعطل طويل الأمد لتدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا سيكون مصدر قلق لها تصرحات الخارجية تأتي في عقاب خروج مطار حلب من الخدمة بسبب ضربة جوية ألقت وسائل إعلام سورية باللوم فيها على إسرائيل وكان المطار يستخدم للمساعدة في توصيل المساعدات للمتضررين جراء زلزال الشهر الماضي المدمر وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب أيدت لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يقضي بإلغاء تقوي ضين للحرب السابقة في العراق مما يمهد الطريقة أمام تصويتا محتمل في مجلس الشيوخ قبل الذكرى العشرين للغزو الأخير للقوات الأمريكية لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ صوتت بأغلبية 13 صوتا مقابل ثمانية للموافقة على مشروع قانون لإلغاء تصريح استخدام القوة العسكرية لعامي 1991-2002 ضد العراق وهي أحدث محاولة لتأكيد دور الكونغرس تتخاذ قرار بإرسال القوات إلى القتال دعا الرئيس الأوكراني فروديمير زيلانسكي رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لزيارة أوكرانيا لرؤية الوضع على الأرض مباشرة وتأتي الدعوة في الوقت الذي يواجه فيه الحزب الجمهوري انقساما بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في تقديم المساعدة لكييف التي تتعرض لغزو روسي وقال زيلانسكي لمكارثي أنه يجب أن يأتي ليرى ما الذي يحدث في أوكرانيا وبماذا تسببت الحرب دعت الولايات المتحدة سلطات تبليس إلى احترام التظاهرات السلمية قائلة إنها تقف مع شعب جورجيا بعد نزول الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على قانون يهدد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نادو برايس دعا حكومة جورجيا إلى احترام حرية التجمع والاحتجاج السلمي مؤكدا وقوف الولايات المتحدة مع شعب جورجيا وتطلعاته للمستقبل يتذلك في وقت دعت الشرطة الجورجية المتظاهرين المحتجدين في العاصمة احتجاجا على مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب إلى فضي تحرك همه أكد السفير الأمريكي والخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلند أن مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله بتيلي تمثل المسار الواعد للانتخابات وتستحق الدعم القوي من كل القادة الليبيين والمجتمع الدولي مشيدا بالدور الأمريكي بشأن الملف الليبي ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلند الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري وسط تحديات تشريعية داخلية أصبح واضحا جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن يكون هناك أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات وإنهاء حالة الانقسام السياسي والتشضية التي تعنيه ليبيا وكان نورلند أكد خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح على دعم الولايات المتحدة لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتلي مع القادة الليبيين لوضع النمسات الأخيرة على أساس لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام زيارة المبعوث الخاصة سيد ريتشارد نورلند لطرابلس وبنغازي تدل على جدية الإدارة الأمريكية على العمل لأجل التنفيذ المقترحة الذي قدمه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيد عبدالله باتلي والذي ينتظره الشعب الليبي بفارغ الله الصبر ويشهد ملف الذهاب للانتخابات تباينا بين توافق جمع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر وخلافا واضحا حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بينهما تمسك أمريكي واضح بدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا بشأن إجراء الانتخابات هذا العام وسط تجاذبات بين الفرقاء الليبيين حول هذه الانتخابات المنتظرة منذ سنوات رفت بالخير الحرة طرابلس عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة تلتها مشاورات مغلقة بشأن أفغانستان وتناول الأعضاء أحدث التطورات الأمنية والسياسية والاجتماعية المستجدة وتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان الذي ينتهي في السابع عشر من شهر مارس الجاري وسط المفاوضات والمناقشات المستمرة بين أعضاء مجلس الأمن بشأن تمديد وراية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان قبل انتهائها الأسبوع المقبل تابع الدول الأعضاء آخر تطورات المستجدة في أفغانستان في جلسة علنية تخلى لها إحاطة للممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتنباييفا يدعي نظام طالبان أنه وحد البلاد ولكنه بالواقع قام بتقسيمها تقسيما مبنيا على الجنس وفي الوقت الذي تحتاج فيه أفغانستان إلى كل رأس مالها البشري للتعافي من عقود من الحرب يتم عزل النصف الأطباء والعلماء والصحفيين والسياسيين المحتملين في البلاد في منازلهم محطمين أحلامهم ومصادرين مواهبهم لا تزال أفغانستان تحت حكم طالبان البلد الأكثر قمعا لحقوق المرأة في العالم وفي تعليق أولي على هذه الإحاطة حث نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير روبرت وود مجلس الأمن على التمديد لتفويد البعثة الأممية في أفغانستان كونها تشكل شريان حياة للشعب الأفغاني يجب على مجلس الأمن أن يحافظ على بأثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان كونها شريان حياة للشعب الأفغاني والولايات المتحدة تعارض أي جهد لتدخل في تمديد تقني مؤقت هذا النوع من الحلول لا مبرر له وسيؤثر سلبا على خطة عمل البأثة الأممية ودور المبعوثين الخاصين لأفغانستان على مجلس الأمن أن يمجد تفويد البعثة دون تأخير لم يبقى لدينا سوى أيام معدودة ناقش أعضاء المجلس وضع النساء والفتيات في أفغانستان معربين عن قلقهم إزاء السياسات والتدابير التي فرضها نظام طالبان منذ استلائه على السلطة والتي تنتهك حقوق وحريات النساء والفتيات الأفغانيات بما فيها حظر الطالبات من الالتحاق بالجامعات وبالمدارس الثانوية في الأول من أذار مارس الجاري اليابان والإمارات العربية المتحدة العضوان المسؤولان عن ملف أفغانستان وزعى المسودة الأولى لقرار تجديد التفويد على أعضاء المجلس والتقرير الأخير للأمين العام عن الحالة في أفغانستان كان قد أوصى أيضاً بتمديد تفويد البعثة الأممية لمدة سنة إضافية قبل انتهائها في السابع عشر من الشهر الجاري توني نداف الحرة مقر الأمم المتحدة نيويورك مشاهدينا نعود مجدداً إلى تغطيتنا الخاصة باليوم العالمي للمرأة إذن احتلت المرأة الأمريكية في العصر الحديث عدداً من المناصب المرموقة بعد رحلة طويلة من الكفاح على مر التاريخ لنيل حقوقها فتقلدت منصب نائبة الرئيس وإيسة مجلس النواب ومنصب حاكم الولاية ووزيرة وغير ذلك من المناصب الحساسة التي كانت سابقاً حكراً على الرجال تمكنت المرأة الأمريكية من تقلد العديد من المناصب المرموقة بعد مسيرة طويلة من الكفاح لنيل حقوقها السياسية والاجتماعية وغيرها فمنذ وقت بعيد بدأت المطالبة بحق المرأة الأمريكية بالاقتراع كحركة مناهضة للرق والعبودية وكانت إليزابيث كاديستانتون وسوزان بي أنتوني تقودان الحركة وتتصدران المشهد حتى نالت المرأة حق التصويت بأمريكا بالعام 1920 أما أول امرأة تنتخب لعضوية الكونغرس فكانت جانيت رانكين التي كانت تمثل ولاية منتانا بعد فوزها في العام 1916 وفي السنوات اللاحقة أصبحت المرأة الأمريكية تتقلد أعلى المناصب في البرلمان حيث شغلت نانسي بيلوسي منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي لسنوات وما زالت المرأة تحتل عدداً من مناصب الوزراء في الحكومة وضمنت المرأة الأمريكية ترشيح حسبها لمنصب الرئيس كالسيدة هيلاري كلينتون وحظيت بمنصب نائب الرئيس الذي تشغله حالياً كمال هارس وتمكنت المرأة كذلك من التأثير ليس فقط على السياسة الداخلية بل الخارجية والدبلوماسية كذلك فكانت كوندوليسا رئيس على سبيل المثال أول امرأة من أصول إفريقية تشغل منصب مستشار الأمن القوم الأمريكي في العام 2001 وأول امرأة من أصول إفريقية تشغل منصب وزير الخارجية الأمريكية في العام 2005 وفي خضم سعيها لضمان حقوقها في بلادها لم تتغاضى المرأة الأمريكية عن دعم النساء في مختلف بقاع العالم فكانت داعماً قوياً للمرأة في إيران في كفاحها ضد النظام لا سيما بعد مقتل الشاب مهسى أميني على يد ما كان يسمى بشرطة الأخلاق ولم تغض المرأة الأمريكية النظر كذلك عن دعم النساء الأفغانيات حيث تدهور وضع المرأة في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 فمنعت من العمل ومن الدراسة للمزيد معنا من واشنطن مراسلة الحرة رولا الخطيب رولا أهلا بك معناك العامون تب خير بمناسبة عيد المرأة ومعك المزيد بالتأكيد تفضل تحية لك ميرا بداية أود أن أقول للمشاهدين بأن هذه النشرة من يقوم بها هن نساء المنتجة مريات أنت ميرا أنا وخلف الكاميرا أيضاً هناك إليزابيت إليزابيت هي سيدة أمريكية أنا بنظري قد تكون الأمريكيات قد حصلنا على حقوق أكثر منك نحن نسوة في العالم العربي لكن هنا أيضاً يعملنا بجهة كبيرة مثلاً إليزابيت وأخذت إذن منها إليزابيت ساي هايتو ذا كاميرا هي رفضت أن يظهر وجهة وجهة على الكاميرا لكن إليزابيت هي تعمل لساعات طويلة تحمل كاميرا وزنة يزيد عن 20 فاند للقيام بعملها هي أم مثالية وأيضاً بإيام الإجازة تساعد زوجة على بناء بيتنا الريفي فإذن قد تكون المرأة الأمريكية قد نالت حقوق أكثر من العربية لكن نحن العربيات نعاني من الكثير من الأزمات وتحديداً القانونية أنا ميرا بما أنني من لبنان أحضرت أو حضرت اليوم بعض الأرقام المتعلقة بالإشحاف الذي تمر به المرأة اللبنانية بداية الهيومن رايتس واتش تؤكد بأن السلطات اللبنانية لم تفي أبداً بالتزامات القانونية الدولية بما يتعلق بحماية النساء والفتيات من العنف في لبنان نحن عندنا في لبنان مثلاً ليس هناك قانون للأحوال الشخصية النسوة يقعنا ضحية للقوانين المجحفة التي تحرمهن من أطفالهن نحن أنا عضو بورد ممبر بأحدى الجمعيات وتدعى درية نحن نقوم بتأمين تمويل للنساء ليتمكننا من بناء أنفسهن مثلاً بعد الطلاق ليتمكننا من حضن أطفالهن لأن قوانيننا هناك تحرم الأم من أطفالها ليس هناك عندنا قوانين في لبنان أيضاً تحمي الأم مثلاً أوطاة جنسية لأطفالها ممنوع على الأم إذا تجوزت من أجنبي أن تعطي أطفالها ميرا هناك شيء كمان أخطر شيئاً سأتحدث عنه بداية نحن في لبنان هناك أرقام كبيرة للنسوة التي لواتي قتلنا على يد رجالهن مثلاً الأمن الداخلي اللبناني أعلن بأنه قتلت في العام الماضي تسع نسوة بجرائم عنف أسري وفي سنة 2021-18 هذه الأرقام المعلنة هناك أرقام أخرى منذ أقل من أسبوع هناك سيدة قتلت على يد طليقة هناك أيضاً عنف يقال بأن هناك 26% من الرجال في لبنان يعتبرون أن على الزوجات تحمل العنف للحفاظ على بقاء الأسرة يعني يعتبرون أن المرأة وهناك مرأة بين ثلاث نسوة متزوجات يتعرضن للعنف في لبنان بتأكيد هذا الحديث يطول ولكن وقتنا انتهى شكراً جزيلاً لك رولا الخطيب مراسلة الحرة من واشنطن شكراً جزيلاً جوانا شابة من كردستان العراق لجأت إلى الولايات المتحدة بعد رحلة علاج نتيجة إصابتها بطلقات نارية وبعد أن تماثلت للشفاء عملت في عدة مهن إلى أن انتهى بها المطاف كسائقة للشاحنات الضخمة التي تنقل البضائع بين الولايات الأمريكية تقول جوانا أن هذه المهنة التي يسيطر عليها الرجال وفرت لها كل ما تطمح إليه ومن النادر أن تعمل أمريكيات من أصول عربية أو شرق أوسطية في هذه المهنة خصوصاً التنقل بين الولايات لأنه يتطلب الإقامة على الطريق لأيام وأسابيع وربما لأشهر أحياناً أنا اسمي جوانا كنت من كردستان عراق كنت مع عائلتي حصلت ظروف عائلية أصابت بشوتينغ يعني ضربوني طلقات فعلى أثرها سافر أنا من العراق على تركيا من تركيا على أمريكا من قدمت لجوء هم يعطوك سكن أول شغلة إليه كانت بأمريكا هي الهاوسكيبنغ شوية شوية عرفت الناس إجاني عرض ما للشغول اللي هي بالاستورات تجي أنت تقدم كاشير الكاشير شنو شغلته يوقف يرتب اللكر الوراء يرتب الشغلات الوراء تصفط المكان ما يمنع بس أنه الكاشير ما يعطوه مكناسة ويقولوا يروح نظف القراج ما للسيارات البرة طلعت وقعدت فترة يعني مأساوية حيل حيل مأساوية يعني من يقول مأساوية قدل كلمة كان عندي تلاف سوارات تقيلين هم أول شغلة سويتها رح أتبعت دفعت فلوس المدرسة فلوس المدرسة كانت سبع آلاف بس قبلها أنت قلت ليش جاتي على هذا الشغل هذا الشغل رح يقويني هذا الشغل اللي رح ما أضعف أحد قدامه هذا الشغل يطيني حرية أمل احتياجاتي لأن قدرت أفتح بيتي قدرت أرجع قدرت أدفع الشغلات المطلوبة عليها يعني حاليا أنا ما مطلوبة بس الرب العالمين يعني صوري أنا قعدت ست شهر بالشارع وشهرين بالشارع وثلت شهر بالشارع أسوق لأن أنا كان ما عندي مكان فكن أقعد بترك بس بعدين لا اشتغلت على نفسي لحد ما ظليت إجمع يعني يعني أنا عندي الدولار ما أذبب كحلة لا ضمه أمريكا مثل كل بلد يعني بيه سلبيات بيه إيجابيات السلبيات ماكو حياة الكل مش تغل إيجابيات ما لها توقع وتقوم عندك فرصة يعني مثل ما تقول مرأة هنا عندها فرصة تقول أنا تقول أي تقول لا على غرار الملايين من النساء في الولايات المتحدة تسعى ميليسا رودريغز رئيسة منظمة أميال للمساعدة على خفض عدد الجرائم ومساعدة المحتاجين في ولاية فلوريدا إضافة إلى خلق أنشطة ترفيهية ورياضية للمراهقين من أجل توعيتهم بضرورة الابتعاد عن عالم الجريمة في هذا الملعب التابع لمدراسة ثانوية قررت ميليسا رودريغز أن تجمع العشرات من العائلات التي تقيم في هذا الحي المعروف بكثرة الجرائم وهدفها أن تخلق أنشطة للمراهقين من أجل توعيتهم بضرورة الابتعاد عن عالم الجريمة الخطير اخترنا أن ننظم هذا النشاط لأن مكتبنا موجود هنا ونريد مساعدة الشباب والمراهقين أنتم تعلمون أن هذه المنطقة معروفة بالجرائم لذلك قمنا بتبني هذا الحي إذا صح التعبير ونريد مساعدة أبناء هذا الحي وكما ترون لقد تجاوب مع مبادراتنا وعمل كثير ينتظرون ميليسا تؤكد أن النشاطها اليومي في الأعمال الخيرية يستهدف عدة فئات على رأسها النساء والفتيات رسالتي للفتيات والمراهقات هي أن عليهم أن يحطن أنفسهن بالأشخاص المناسبين واتباع الأمور الصحيحة الكثير من الفتيات اعتقدن أنه لا بأس من طعات المخدرات لأن هذا الأمر يغريهن وهذا أمر خاطئ لأنه قد يكون مدخلا لعالم الجريمة وحتى إذا ارتكبنا أخطاء ما فإن تصحيحها أمر غير مستحيل وفي متناولهن على غرار الملايين من النساء في الولايات المتحدة ترى ميليسا أن عيد المرأة يشكل مناسبة للتفاؤل بغد أفضل على الرغم من العقبات والصعوبات التي يواجهنها تعد ميليسا مثالا للمرأة التي وهبت وقتها وجهدها من أجل مساعدة الآخرين وعلى الرغم من وجود عدة صعوبات وتحديات في عمالها الخير يوميا تجد ميليسا سعادة كبيرة في مساعدة المحتاجين حسب تعبيرها ريدا بوشفراء الحرة لوريدا قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبيير إن الميزانية التي سيقترح الرئيس جو بايدن ستخفض العجزة بحوالي ثلاثة تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة وأضافت جانبيير في مؤتمرها الصحفي اليومي أن خطة بايدن ستسعى إلى جعل الأثرياء والشركات الكبرى تدفع نصيبها العادل دون زيادة الضرائب على الأمريكيين الذين يكسبون أقل من أربعمائة ألف دولار في السنة ميزانية الرئيس التي سنصدرها غدا ستخفض العجزة بنحو ثلاثة تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة أي أن الفرق بين ميزانية الرئيس وجدول أعمال الجمهوريين في الكونغرس ما يقرب من ستة تريليونات دولار والتي من شأنها أن تضيف ثلاثة تريليونات دولار إلى الديون وفي هذا السياق تولى الرئيس بايدن منصبه بعد أن وقع سلفه على وثيقة ضريبية متهورة وغير مدفوعة للأثرياء والشركات الكبيرة مما أضاف ما يقرب من 2 تريليون دولار إلى العجز أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيرين باول بشهادته أمام جلسة للخدمات المالية بمجلس النواب باول قال إن المجلس سمستعد لزيادة وطيرة رفع أسعار الفائدة مؤكدا أن القرار سيتوقف على البيانات التي لا تزال تصدر من قبل البنك المركزي شهادة باول وردت بشأن تقرير السياسة النقدية نصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي نبه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيرين باول إلى أن المجلس قد يسرع مجددا وطيرة رفع معدلات الفائدة إلى مستويات تفوق ما كان متوقعا في محاولة جديدة للتصدي للتضخم الذي لا زال معدله مرتفعا إذا كان إجمال البيانات يشير إلى أن هناك ما يبرر تشديدا أسرع فسنكون مستعدين لزيادة وطيرة رفع معدل الفائدة باول قال أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ إن المعطيات الاقتصادية الأخيرة أقوى مما كان متوقعا ما يفترض أن يكون المستوى النهائي لمعدلات الفائدة على الأرجح أعلى من المتوقع المستوى الذي كان يتوقع مسؤول المصرف المركزي التوقف عنده بحسب توقعاتهم الأخيرة التي نشرت في ديسمبر الماضي وبغية مكافحة التضخم القوي في الولايات المتحدة يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة منذ عام وقد زادها من هامش يتراوح حول الصفر كان معتمدا خلال فترة تفشي الوباء لدعم الاقتصاد من خلال زيادة الاستهلاك إلى أربع نقط ونصف النقطة بعد رفع قوي لمعدلات الفائدة مرات عدة اعتمد الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا وطيرة أبطأ حتى أنه عاد بعد اجتماعه الأخير في الأول من فبراير إلى الوتيرة المعتادة برفع المعدلات ربع نقطة مئوية في كل مرة في غضون ذلك أظهر التقارير رسمية تراجعا في سوق العمل بمعدل أقل من المتوقع في يناير الماضي كما ارتفعت عمليات تسريح العمال وكانت تخفيضات الوظائف أعلى مما كان يعتقد في البداية في العام الماضي ورغم ذلك فإن سوق العمل ما زال قويا مع توفر نحو فرصتي عمل لكل عامل عاطل في يناير الماضي ختم هذه النشرة شكرا لكم على حسن المتابعة